اشتركوا في القناة ناقشت الأوضاع في القرم المحتل إضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكان شبه الجزيرة الوطن انتظرنا لوقت طويل فبعد خمسين عاما من التضحية بالدم ورغم الضحايا الذين سقطوا ورغم الممتلكات في أسباكستان عدنا إلى وطننا بمجرد أن وطأت أقدامنا أرض الوطن شعرنا وكأننا ولدنا من جديد وبعد مرور خمسة وعشرين عاما بعد أن استطعنا الوقوف على أقدامنا وبدأنا بتنظيم حياتنا في وطننا أطلت علينا مأساة جديدة دخلت روسيا بأسلحتها شبه جزيرة القرم ركزنا على حقيقة أن الترحيل في عام 1944 هو إبادة جماعية والرسالة الرئيسية لجلسة اليوم هي أنه طالما بقيت شبه جزيرة القرم تحت الاحتلال فإن القمع وانتهاكات حقوق لسكان القرم ستستمر لذلك ندعو المجتمع الدولي والدول الأخرى إلى تجديد العقوبات على روسيا اشتركوا في القناة